النهاردة في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمد شاكر أول ما بيجي سيد الدكتور محمد شاكر بالتحديد لازم أبتسم أنا أحبه وأقدره وعارف قد إيه الراجل ده عامل شغل عظيم طيب الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية خصوصاً خد بالك بقى في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربي مع دول الجوار الربط الكهربي مع دول الجوار يعني إحنا بنربط كهرباء مع اللي حوالينا هو إحنا مش أيام غير المأسوفة عليهم كان النور بيقطع زي صباح الفل وقبلها تضرب في الشوارع وبتاعه حدوتها كده فاكرياً أيام مرسي لما راحوا ضربوا برج الكهرباء 6 أكتوبر كانوا بيحبوا البلد قوي بصراحة بيموتوا في البلد فبيضربوا برج الكهرباء عشان الناس تعيش في ظلمة أو متاكلش ومتشربش ومتشتغلش ومتصنعش لا الإخوان يحبوا البلد حب ما قولكش وقنواتهم دايبة في دبادبنا سيبك فمن وقت كنت بتستورد الكهرباء عشان بتدفع فلوس قد كده عشان تشغل المحطات ومش نافع بقيت بتصدر كهرباء يوجه الرئيس بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة خصوصاً التوربينات بتاعت الرياح مراوح العملاقة اللي احنا بنشوفها دي الألواح الشمسية لتعزيز دور الطاقة المتجددة علشان يحصل تنويع لمصادر امداد الطاقة عندنا هنا في مصر ومن ثم نقدر نصدر طاقة أكتر الأول كنا عاوزين يبقى في عندنا وفرة من الطاقة بقى عندنا وفرة بعد كده بقى عندنا فائض بعد كده بقينا بنشتغل على تصنيع المكونات بتاعت توليد الطاقة علشان مش بس يبقى عندي فائض لا ده أنا كمان أبقى أنا مصنع أبقى أنا من ضمن الدول التي يتم فيها توطين هذا النوع من الصناعات اللي هي مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة يعني عملياً أنا بتحول إلى دولة رائدة في مجال الطاقة مش بس في وفرة الطاقة منت أصبحت دلوقتي بمركز لتصدير الطاقة غاز كان أو كهرباء حلو إحنا بنتكلم هنا على حاجة ما كانتش في حلمنا يعني إن في يوم من الأيام مصر تصدر طاقة عمرها حصلت عمرها لقى أصلاحنا الزمان كنا بنصدر غاز ما تخليناش نتكلم عيب مهم فلا ده أنت بقى عندك اكتفاق ذاتي من الطاقة وبعدين بقى عندك فقط بتصدره وبعدين دلوقتي كمان بتوطن الصناع المتعلقة بالطاقة طيب ليه واحد ده بتعتمد عليه زي ما قال الرئيس عملية التنمية في الدولة وده بييجي في إطار شكل تكاملي إحنا لازم يحصل تكامل مع إيه مع منظومة التحديث الشامل اللي بيجرى في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر سواء بقى طاقة التوليد خطوط النقل بتاعة الطاقة محطات التوزيع مركز السيطرة الإلكترونية المتطورة لازم كله يمشي في نفس السياق الرئيس كمان اطلع على مستجدات مشروع الربط الكهربي مع دول الجوار وخصوصا المملكة العربية السعودية وإيه كمان واليونان وإيه تاني وأبروس مبروك على مصر والله العظيم